الرسائل التي حملتها موجة الاختيالات التي نفذتها ميليشيات الولي الفقيه ضد النشطاء في البصرة والنصرية وبغداد عشية لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصدت أن تقول له إن حياته هو نفسه أصبحت على خط النار ربما كان ذلك سببا كافيا لتأجيل عودته للاطمئنان على أن هناك إجراءات أمنية كافية سوف تحيط به ولكن أيضا لإجراء المزيد من اللقاءات مع عدد آخر من كبار المسؤولين الأمريكيين ذهب الكاظمي إلى واشنطن وهو يكاد يريد كل شيء من الدعم المادي إلى الدعم الأمني إلى المساعدة في استنهاض الاقتصاد الواقع على ركبتيه إلا أنه يريد أيضا أن يحصل على ما يجعل الوحش الرابط على بوابات الأمن والاستقرار قادرا على أن يهدأ بإجاد صيغة تسمح بالقول إن القوات الأمريكية في العراق سوف تنسحب وثق جدول زمني ما مع ذلك فإن الوحش الذي تغذي إيران غرائزه الدموية قد لا يهدأ لأنها وهي تعاني من مرارات العقوبات تريد أن تدفع ميليشياتها لتحويل العراق إلى جحيم قبل أن ينتقل الجحيم إليها اللعبة مكشوفة بين الطرفين وكلهما يتربص بالآخر ولأن حاول وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يرافق الكاظمي أن يبرهن أن العراق لا يريد إلا أفضل العلاقات مع إيران وإنه لا يسعى إلى أكثر من حماية قراره الوطني فإن طهران تعرف أن ذلك يعني إخراجها من موقعها الراهن بوصفها هي صانعة القرار في العراق واللعبة إنما تذهب إلى التحدي الأخير إما إيران وإما الولايات المتحدة وعلى الكاظمي أن يرتب أوراقه على خيار لا لبس فيه الولي الفقيه أبلغه الرسالة بأعمال القتل التي نفذتها ميليشياته والرئيس ترامب بقراره العودة إلى تفعيل العقوبات السابقة على الاتفاق النووي أبلغه الرسالة أيضا والتحديات التي تواجهه ضخمة أمنيا وسياسيا واقتصاديا ليس على المستوى الاستراتيجي فحسب وإنما على مستوى الحياة يوما بيوم أيضا الولايات المتحدة قدمت أول العون بالإعلان عن مساعدات طارئة بقيمة 204 مليون دولار ولكن العقدة الأهم هي أن الكاظمي يحكم بينما دولة العصابة حسب وصفه لها تريد أن تؤكد له أنها هي التي تحكم وهي تترصده على خط النار كيف يمكن التخلص من دولة العصابة؟ هذا هو السؤال الأكبر الذي كان يتمنى الكاظمي أن يسمع له جوابا في واشنطن ترجمة نانسي قنقر